اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند بالتأكيد زي ما قلت لكم في بداية الحلقة وفي الانترو النهاردة بلتقي بيكم بعد المباراة الكبيرة مباراة القمة وفوز الاهل على الزمالك يوم الجمعة بخمسة اهداف مقابل سلاسة وما صاحب هذه المباراة من تصريحات وكلام كبير واحداث كثيرة جدا يمكن تخطى قيمة المباراة واهميتها وعرض الاهداف اللي احرزت في هذه المباراة ليه كل ده؟ احنا محتاجين نحتوي الكلام اللي جاي ده او نحتوي الموضوع كله لان الموضوع بصراحة وصل لمرحلة كانت صعبة جدا خلال الساعات الاخيرة والمشكلة ان القضية نفسها او الموضوع نفسه خارج من عنصر التحكيم من منظومة التحكيم يعني ان السجاد التحليلية بتتكلم الجمهور بيعلق الصحافة والنقد الرياضي بيكلم الاعلامين بيعلقوا لكن الازمة نفسها ان احتواء الموضوع نفسه لما خرج من منظومة التحكيم خرج بشكل غريب جدا احنا نحاول نحتوي الموضوع بس بشكل مختلف احنا احتويه بس بشكل قانوني احنا احتويه بس بشكل فير وعادل لان احنا بنفوت بنلعب كورة والحكم اللي بيدير المباراة لا يعرف الوان ولا يميل لجهة على حساب جهة ولازم يلتزم بتعليمات الفيفا لما بيطلع يتكلم لا يتكلم في احداث المباراة ولا يعلق على قراراته ولا حاجات كتيرة جدا طيب اول حاجة ودي اخر حاجة هبدأ بيها ان النادي الاهلي امبارح يمكن طلع بيان قال فيه انه بيدرس اتخاذ الاجراءات التي تحفظ حقوق النادي بعد تصريحات حكم مباراة القمة وعبرت ادارة النادي عن انزعاجها الشديد من التصريحات اللي جاءت على لسان حكم المباراة الكابتن محمد عادل الحكم الدولي اللي اتكلم في بعض التفاصيل الفنية وعلق على بعض المواقف اللي حدثت فيه المباراة مخالفا بشكل كبير جدا تعليمات الاتحاد الدولي فيفا في مسألة منع الحكام من الحديث عن الاخطاء الفنية او القرارات التحكمية اللي بيتخذها الحكم خلال المباراة واتكلم محمد عادل وقال انه اضطر الى التحدث مع مساعدية وقبلهم انهم في مرحلة الادارة وانه سهل جدا اي لعب يعمل حاجة حاجة في حاجة ياخد كارت في كارت وممكن بالتالي ايه المباراة تخرج عن السيطرة فبالتالي قال احتوى اللاعيبة في ظل التوتر اللي اصابهم من خلال ان الاهلي تقدم في اول 25 ديئة بسلاثة اهداف مقابل لا شيء طيب الكابتن محمود الخطيب من خلال هذا البياني اللي على الشاشة بيدرس بالتأكيد بصفة رئيس النادي والمشرف على قطاع الكرة الموقف كاملا مع الادارات المعنية والعرض على مجلس الادارة في اقرب اجتماع للاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي الاهلي طيب انا جزئية البيان مهمة جدا والاعلام لما النادي الاهلي بيطلع بيان بيشوف اهمية هذا البيان والبيان ده صدر بناء على ايه لكن انا بلاحظ حاجة تانية خالص ليه يا جماعة الاهلي لما بيطلع بيان وبياخد موقف وبيدرس بعض الامور للحفاظ على حقوق النادي الناس بتزعل يعني ليه الناس بتتدايق هو النادي الاهلي بيطلع بيان عشان تصريحات خرجت من حكم دولي ادار مباراة القمة هل التصريحات دي تصريحات عادية؟ هل الكلام اللي تقال مش مخالف لتعليمات الفيفا؟ بالمنطق مخالف وتصريحات غير منطقية وتصريحات على فكرة كارثية لان التصريحات دي بتضرب مسابقة الدوري نفسها في مقتل بالمناسبة لان انت المسابقة دي المفروض بتلتزم بمبدأ الفير بليه يعني ايه؟ يعني بتطبق قواعد اللعب النظيف الحكم نازل لا يعرف اللون الاحمر من اللون البيض شايف قراره قدامه زي مباراة منشستر رونايتد وليفربول ماتش بتلاقي في أرض منشستر رونايتد وليفربول عامل مسرحية وعامل فيلم كبير زي ما الاهل عمل في مباراة الزمالك ومع ذلك الحكم ترد بول بوكبا ده معناه ايه؟ معناه ان فيه قرار لازم يتاخد هي دي الفكرة فالاهل اللي ما بيطلع بيان هو بيحافظ على حقوق النادي ليه الناس بتزعل بقى؟ يعني ليه الناس بتتدايق لما النادي الاهل بيدافع عن حقوقه وبيشوف المصالح المشروعة لمصلحة النادي في الفترة الجاية طب ما هو في نفس الوقت لما النادي المنافس طلع بيان بيعترض فيه على معلق المباراة محدش علق لما اعترض على مخرج المباراة محدش علق ليه دايما قطة الاهل جمل ليه دايما موقف الاهل ما بياخده في حاجة عشان يدافع عن حقوقه الناس بتزعل والناس بتتدايق كل نادي يدافع عن حقوقه طبقا لما يرى والإعلام دوره ان يعلن ده ويطرح ده للسادة المشاهدين لكن لا ينتقد هذا الموقف ولا ينتقد هذا القرار لانك لو هتنتقد هذا الموقف قد انتقدت قرارات كثيرة وبيانات كثيرة لاندها اخرى في الفترات السابقة دي جزئية مهمة جدا في البداية طيب الجزئية التانية تصرحات الكابتن محمد عادل بالمناسبة انا زي ما قلتلكم يعني قادر ان كان بحاول احتوي التصرحات اللي تقالت بس مهما احتويت هتحتوي كلمة تقالت في بداية المداخلة ولا في نص المداخلة ولا في اخر المداخلة يعني حتى تعقيبه على رقلة الجزاء كان تعقيب غريب جدا لان كل خبراء التحكيم قالوا حاجة وهو قال حاجة تانية تعقيبه على عدم حصول اكتر من اللعب على انذار فانذار ان انا عايز اطلع بالمباراة والمباراة لازم احتويها وغضب اللعيبة كل ده مش دور الحكم ده مش دور الحكم الحكم ياخد قرار بناء على اللي بيشوفه في الملعب يكشى حتى تدروا التلات اربع لعيبة بدليل ان القانون الكورة نفسه قانون كورة القدم بيقولك لو اربع لعيبة اطردوا والعدد اقل من سبع لعيبة المباراة بتستكملش فبالتالي انت مسموح لك انك تدرب واحد واثنين وثلاثة واربعة تدرب اكتر من العيب طالما القانون بيسمح بدا وطالما اللعب بيسمح بدا لان انت قاضي في الملعب قاضي في الملعب طيب تصريحات الكابتل محمد عادل الكل اسمح وكل اتكلم عليها لكن